خلف جلبة المعارك وبيانات النصر وأنقاض المدن ترتفع أسوار تخفي وراءها ما يعجز العقل البشري عن تصديقه أو حتى التفكير به تسعة وثلاثون ألف معتقل هم المودعون في سجون الحكومة المعلنة بينما يقبع مثل ذلك العدد أو يزيد في سجون سرية لا يعلم لها طريق مركز بغداد لحقوق الإنسان أعد تقريرا يوثق عينة بسيطة من معاناة المعتقلين وعوائلهم التي شملت أقسى درجات التنكيل والتمييز الطائفي داخل معتقلات صارت عنوين للرعب كسجن الحوت في التهجي والناصرية المركزي التقرير يروي شهادات معتقلين ومحامين ومنتسبين في وزارة العدل التي لا يبدو أنها تملك من اسمها شيئا فما يجري داخل سجون الوزارة مقارنة بالحديث عن السياقات القانونية يبدو أمرا مضحكا بالنظر إلى الانتهاكات التي ترتكب هناك بدءا بالتعليب الجسدي والنفسي الذي ينم بحسب حقوقيين عن سادية مرعبة يتعامل بها السجان مع المسجون وصولا إلى الانتهاكات الطائفية كمنع الوزارة للمعتقلين السنة من رفع الأذان وأداء صلاة الجماعة نهيك عن إجبارهم على حضور دروس يلقيها رجال دين ينتمون جميعهم إلى حزب وزير العدل حيذر الزامل بحسب التقرير وكل هذا يأتي مكملا لما يعانيه ذو المعتقلين من تضييق وسوء معاملة واستنزاف مالي من قبل إدارة السجون التي تحجب هي والحكومة البيانات الرسمية عن الرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسبب سوء ظروف الاحتجاز وتفشي الأمراض الخطيرة والإهمال الطبي ويرتبط كل هذا بنظام قضائي عرف بحفلات الإعدام المشهورة ومزداقية وصلت القاع وتحفر نزولا لكن الأسوأ هو الذي لم يكشف بعد فالتعذيب حتى الموت الجملة الأكثر رعبا حتى من الموت نفسه بات أمرا مألوفا في سجون حكومات الاحتلال المتعاقبة التي تتمترس خلف الصمت تارة والنكران تارة أخرى وإن ضاقت الحيل فترمي من كشف تلك الجرائم بتهم الإرهاب المستهلكة ترجمة نانسي قنقر